أشهد عدد من أعضاء مجلس النواب بدور المجلس وما تم إنجاذه من خلال أعمال ومن خلال دور المعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وأشهد خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري بالموافقة على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية النهاردة كان ختام دور المعقاد الثالث في فصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والحقيقة كان دور مليء بالسمار اللي شاهدناها من خلال خروج تشريعات جديدة للنور واستخدام أدوات برلمانية لكل سادة النواب في كافة الموضوعات الحقيقة كان دور مصمر جدا لكل سادة النواب نقش النهاردة قانون الغالع في عفاءات الضربية ورسوم المقررة للجهات التابعة للدولة والتي تساهم فيها الدولة القانون جاء استجابة لمطالبات المستثمرين في الداخل والخارج وإدراكا من الدولة الأهمية لدور القطاع الخاص وتجيع القطاع الخاص ولتحقيق الحاد التنفسي والعدالة الضربية ندعم الاستثمار داخل مصر عشان نقدر أن نوفر مناخ آمن للاستثمار وبنجذب رؤوس الأموال إلى جانب أن نحن لازم ندعم القطاع الخاص فإلغاء الإعفاءات عن شركات القطاع العام وعن القطاع العام وعن شركات المملكة للدولة ده بيوحد وبيعمل مساواة للإستثمار داخل مصر ما بين القطاع الخاص وبين الدولة المصرية مناخ للإستثمار بالنسبة للمستثمر سواء مستثمر محل داخلي أو مستثمر خارجي هيلقي مناخ للإستثمار والمنافسة الحائية فدي طبعا يعتبر شيء جميل وإحنا وفقنا موفقا هائيا النهاردة لأنه كان معروض عن مجلس الدولة أبن كده